بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا فيكم في درس جديد من دروس تربية بدنية والدفاع عن نفس درسنا اليوم هو تقدير الذات نتيجة الاحساس بالقوام السليم معكم أستاذ بدر ناصر الفهيد قبل ما ندخل في درسنا يا أبطال هناك مطلبات من طلبات النشاط البدني لازم نعرفها ونهتم فيها ونسويها شوفوا المطلبات ما هي المطلب الأول الراحة الكافية الراحة الكافية الراحة الكافية أن يأخذ الجسم يأخذ راحته في النوم ما بين ست ساعات إلى اثنان ساعات بعد ذلك النشاط البدني التغذية السليمة التغذية السليمة العناصر الغذائية التي أحتاجها يوميا وهي كربوهيدرات دهون بطينات أملاح ألياف هذه لازم تسوفر في وجباتي ممتاز يا أبطال اللبس المناسب اللبس المناسب لداء النشاط البدني اللبس مناسب لكم مريح يساعدني على داء النشاط البدني وهناك رياضات كثيرة لازم لها لبس خاص ومناسب لها مثل إيش يا أبطال ممتاز مثل السباحة أحسنت كرة قدم أحسنت ألعب الدفاع النفس مثل كرتين وجودو والتاكواندو ممتازين كل هذه لها لبس خاص ولازم يكون ملائم حوال الطقس والمناخ واضح يا أبطال المكان المناسب والآمن المكان المناسب والآمن المكان يكون مهيئ لداء النشاط البدني وآمن وأنه ما يكون فيه خطورة مثلا ما أقدر ألعب كرة قدم في الشارع يا أبطال ممتاز لازم فيما ألعب كرة قدم ممتاز السباحة في حوض السباحة أحسنتم أحسنتم الأحماء المناسب قبل النشاط البدني الأحماء المناسب ما هو الإحماء المناسب؟ هو تهيئة الجسم لأداء نشاط بدني شرب الماء أثناء وقبل وبعد النشاط البدني لماذا نشرب الماء؟ شرب الماء مهم لماذا؟ ممتاز تعويض السواعيل المفقودة أثناء أداء النشاط البدني ممتازين يا أبطال الآن نحن خلصنا وتعرفنا عن الطلبات مكان مناسب لبس مناسب مرتاحين شرب نموية نأخذ واحد من الطلبات المهمة تهيئة الجسم يا أبطال ممتازين اللحمة تمريء الأول مع بعض تمريء استعد يبتدي واحد اثنين ثلاث أربعة امشي ثلاث أربعة ممتاز ثلاث أربعة أحسن ثلاث أربعة ممتاز ثلاث أربعة ممتاز ثلاث أربعة أحسنت ثلاث أربعة أحسنت ثلاث أربعة ماشي ثلاث أربعة أحسنت ثلاث أربعة آخر مرة جمعة قف نأخذ نفسي أبطال شهير وزفير التمرين الثاني الزراعي في الوسط طاع الثاني جدا اليمين في أربع عدات والشمال في أربع عدات مع بعض يستعد يبتدي واحد اثنين ثلاث أربعة أحسنت اثنين ثلاث أربعة أحسنت اثنين ثلاث اثنين ثلاث أربعة أحسنت تنين ثلاث أربعة ممتاز ثلاث أربعة أحسنت تنين ثلاث أربعة اضغط اثنين ثلاث أربعة آخر مرة جمعة قف نفس ممتاز ورد society نفس الثاني الثالث طلعين جدا من رفع ممتازين تحرك الضراع من الخلف الدوران إلى الأمام تميز تعدى تبتدي 1 2 3 4 أحسنت 2 3 4 أحسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 ممتاز 2 3 4 أحسنت 2 3 4 دوران 2 3 4 آخر مرة جمع قف التمرين اللي بعده هو نفس التمرين الثالث بس نعكس تجاه دوران الذراع مع بعض من الأمام إلى الخلف تميز تعدى ابتدي 1 2 3 4 أحسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 أحسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 آخر مرة جمع قف ناخذ نفس ممتاز أحسنتم أحسنتم ممتاز التمرين الخامس الزراع اليمين منامس الفخد بالتفعل الفخد منامسته مع تبادل الزراعين مع الفخدين منستعد ابتدي 1 2 فوق 2 أحسنت 2 مع بعض 2 3 4 أحسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 أحسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 آخر مرة جمع قف ممتازين ناخذ نفس ممتاز التمرين السادس ثاني ضم القدمين نزول أمام أسفل منامسة ذراعين أو كفين أصابع القدمين منستعد ابتدي 1 2 3 4 5 6 7 8 اطلع 2 3 4 5 6 7 8 انزل 2 3 4 5 6 7 8 اطلع 2 3 3 4 5 6 7 8 امتاز اخذ نفس تملي لبعده فتح القدمين بتصاح الصدر أو اكثر قليلا نزول أمام أسفل وملامسة اطرافها 7 اطرافها 7 قدمين مايرا الجدل أمام أسفل مع بعض كما نستعد ابتدي 1 2 3 4 5 6 7 8 اطلع 2 3 4 5 6 7 8 انزل انزل 2 3 4 5 6 7 8 اطلع 2 3 4 5 6 7 8 قف اخذ نفس ممتازين هذا التمرين وصلنا لنهاية الإحمام الآن هي أنا جسمنا لداء النشاط البدني ممتازين نرجع الآن درسنا محور حديثنا هو تقدير الذات ممتاز تقدير الذات نتيجة تحساس بالقوام السليم أول شي إيش معنى كلمة قوام القوام هو جسم الإنسان قوام الإنسان أنا الآن قوامي سليم اللي هو يكون ما في أي تشوهات بسبب ممارسات أو عادات خاطئة أنا أسويها تقدير الذات تقدير نفسك يا بطر ممتاز ممتاز نشوف مع بعض القوام هو المظهر أو الشكل العام الذي يتخذه جسم والذي يتحدد بأوضاع الجسم المختلفة التي تتحكم فيها نغمة الجهاز العضلي ويتكون نتيجة العلاقة تنظيمية صحيح بين أجزاء الجسم القوام الجيد هو الوضع الذي تكون فيه الأجزاء الرئيسية لجسم وجهزته متزنة ومنظمة فوق قاعدة الارتكاز وتكون العلاقات التنظيمية من هذه الأجزاء السليمة وحي يستمكنهم القيامة بوظائف بكفاءة وبيق الجهد القوام ما يتحكم بالقوام تفكر مع بعض ممتاز عضارات الجسم أنا قوامي السليم متى ما كانت العضار ضعيفة مع ممارسات خاطئة أنا سويها يكون هناك تأثير على القوام طيب القوام الجيد اللي هو غالبا أنا الشخص الرياضي يكون قوامه جيد ليش؟ لأنه يكون يؤدي النشاط البدني بمجهود أقل ويكون هناك تعب لأنه جسمه متعود واضح يا بطال شوفوا الصورة الآن هذا قوام سليم ليش؟ لأنه عضاراته كلها متناسقة وشادة القوام هنا قوام غير سليم نلاحظ في إنحناء في العمود الفقري واضح يا بطال ويش أهمية القوام ليش القوام يكون مهم أنه أنا يكون سليم ولا لا نشوفه مع بعض مؤشر هام على صحة وسلام الجسم الإنسان أنا قوامي سليم وعضاراتي قوية أنه أنا صحتي بإذن الله سليمة وجيدة يساعد أجهزة الجسم الحيوية على داء وظائفها بدرجة عالية من الكفاءة أجهزة الجسم الحيوية أجهزة الجسم الحيوية اللي هي مثل إيش؟ ممتاز يا بطل التنفس الهضم الإخراج ممتازين ممتازين جدا إكساب الفرد صحة الجيدة وتأخير ظهور التعب يلعب أهمية في تكوين شخصية الفرد بجوانبها المختلفة كيف أنا حافظ على سلامة قوامي؟ مع بعض نشوفها نفكر شوي كيف حافظ سلامة قوامي مراعاة الصحة الفردية والتغذية المناسبة الاهتمام بالجوانب النفسية والابتعادة السلبية التوازم في التمرينيات الرياضية لأجهزاء الجسم المختلفة المحافظة على سلامة الأجهزاء الوظيفية للجسم تخصيص أوقات راحة كافية للجسد اختيار ملابس ولحذة المناسبة تعلم العدات الصحية والمناسبة لأوضاع القوامي المختلفة الاهتمام بالمناطق المهيئة تشوهات القوامية وخصها بالتمرينيات هذا الكلام احنا قلناه وسمعناه قبل شوي صح وين؟ ممتاز يا بطر المطلبات أغلبها من المطلبات النشاط البدني أنا نوم كويس آكل كويس أتمرن كويس بدني الله قوامي يكون جيد الأجهزة الحيوية تكون بكفاءة عالية كل هذه تعدني أنا عشوها قوام جيد الاهتمام بالمناطق المهيئة تشوهات القوامية وخصها بالتمرين مثل ليش؟ الاهتمام بالمناطق الممتاز مثل ليش؟ مثل ممتاز الرقبة العمود الفقري أتقوي الأعضارات اللي حولها عشان تحافظ وتصير قوية الآن هذا قوام وشوف كيف معتدل وسليم واضح يا بطال الأعضار المساعدة للحفاظ على القوام الأشياء اللي تأثر على القوام اللون الوسطى المخيخ بؤبئ لعين أعضارات حفاظ القوام إذن أعضارات الناصبة أعضارات الظهر والأفخاد الممتاز الأذن الوسطى والمخيخ بؤبئ بؤبئ العين ممتازين مثال تشوهات القوامية الحراف الرأس حراف الرأس ممتاز أسباب تشوه الجلوس إلى المكتب والحاسوب المهن اللي تطلب ثني الرأس الجلوس الطويل أمام التلفاز وخاصة بوضع خاطئة تحد بالظهر واضح يا بطال الآن أن هناك أسباب أو أعداد خاطئة تساعدني على تشوهات القوامية جلوس طويل اللعاب الفيديو بالوقت الغير مناسب ووقات كثيرة كل هذه تساعدني على تشوهات القوامية إلى هنا يكون صنع نهاية درسنا لهذا اليوم كما معكم أستاذ بدر ناصر الفهيد